طبعاً هذا النظام النظام الالكتروني لمتابعة الأداء والإنجاز سريعاً ماذا هو هذا النظام تفضل موسيقى الصفحة الرئيسية للنظام المثل ما أعلن دولة الرئيس الآن هو متاح للجميع أن يقدر يدخل عليه في كيو آر كود موجودة على البوابات وأيضاً على المتيريال الموجودة بين إيديكم الصفحة الرئيسية تعرض نبذة عن البرنامج تعرض ارتباط البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاغتصادي 2023 و2025 ب8 محركات نمو ب126 مبادرة من أصل 380 مبادرة موجودة برؤية التحديث الاقتصادي تم تضمين 441 أولوية ومشروع ضمنهم طبعاً من روح على لوحة الأداء وهي اللي تعرض معظم المعلومات الموجودة على النظام جميع مكونات البرنامج التنفيذي موجودة الركائز وعددها 3 نضغط على الركائز محركات النمو وعددها 8 نستعرضهم من خلال النظام نرجع برضو على القطاعات وعددها 25 حيث تم تضمين قطاع تمكين المرأة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي نرجع باتجاه المبادرات المبادرات نضغط على البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025 يرتبط بـ 47 غاية يمكن استعراضها من خلال البرنامج التنفيذي الموجودة قدامنا ومرتبط بنتائج ملموسة عددها 42 جميع الغايات والنتائج الملموسة مربوطة على مستوى المبادرات نقدر ندخل الآن على الأولويات المشاريع اللي حكينا عددها 441 طبعا من خلال محرك البحث الموجود عندنا هون نختار محرك النمو أو ممكن استعراضهم كلهم وبنختار القطاع وبنختار الوزارة ممكن نختار وزارة الاستثمار ونعمل عرض للمشاريع كل مشروع من المشاريع بيطلع أمامنا بطاقة المشروع اللي بتتضمن المراحل اسم المشروع نمد الزمنية للتنفيذ من تاريخي بداية المشروع لتاريخ نهايته بالإضافة إلى مؤشرات القياس طبعا البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي اتضمن 680 كي بي آي مؤشر أداء بحيث يرتبط على الأقل كل أولوية وكل مشروع من المشاريع في بي كي بي آي واحد بشقيها الكمي والنوعي أمامنا بحيث يرتبط على الأقل يستطيع أي مواطن من غير أي تسجيل من غير أي إجراءات إلكترونية وهون يمكن الموضوع التقني حاب أعرف أنه أكثر هو توزيع والتقنية في التعامل مع هذا النظام تحديدا تمام يسعد مساكم جميعا طبعا النظام زي ما شفنا من البداية بحتوى على شاشة الداشبورد هاي الداشبورد هاي عبارة عن ديناميك كل فيلد إذن كليكابل دائرة كل فيلد ما نكبس عليه يأشرنا على البدنية من المكونات الموجودة بالنظام وهذا النظام بنية سهل استخدام لليوزر بحال أنه ببحث عن أي شيء بسهولة ببحث عنه جميل عندما نتحدث عن نرجع إذا في مجال للبطاقات الموجودة للمشاريع الملفت عندما نتحدث عن أي مشروع أنه في هناك حالي للمشروع صحيح صحيح عندما نتحدث أول شيء عن المشروعات التي أنجزت باللون الأخضر أو الأصفر التي هي قيد الإنجاز وفي مشاريع متأخرة أيضا صحيح هل المعلومات التي تحصل عليها أول إذا سمحت لأستاذ أستاذ أحمد عندما نتحدث عن المعلومات كيف يتم تغذية هاي المعلومات حتى يصير موست أبديت دعنا نحكي أو المعلومات تكون حتى يومنا هذا صحيحة تماما كل الوزارات التي تدخلوها الوزارات والجهات الحكومية المسؤولة عن هذه المشاريع تدخل إمبوت وتنحكس دايركت على الداش بورد هنا إذا نذهب إلى المشاريع التي سألت عنها على الداش بورد نذهب إلى المشاريع نتحدث عن المحرك الإستثمار مثل ما كنا قبل قليل لكن هناك سريعة الإستثمار القطاع الإستثمار ووزارة الإستثمار طبعاً هنا نحنا محرك المحرك محرك مع القطاع يعني القطاعات المربوطة فيها تطهر كما قلنا هنا هناك مجال أشوف هذا المشروع لماذا متأخر إذا سمح وهو مشروع إعداد خطة في حال أنه أي مواطن أو يوزر يحب يشوف الداشبورد بس يشوف هاي البطاقة المشروع تعرض زي ما حكا زميلي مهند كل الديتا اللي هو حاب يشوف بهذا المشروع هلا الستيتس هون لهذا المشروع متأخر لستيتس هون قيد التنفيذ هلا نرجع للمتأخر بس نجيب الكيرسر ونعلمه على متأخر ببين شو سبب التأخير في هذا المشروع طبعا لا ننسى أنه كل مشروع يتكون من مجموعة من المراحل وكل مراحلة رح يكون فيها في هدت تايم معين لتخلص هذه المرحلة وعلى أساس ببين أن هذا المشروع يعني متأخر في أي مرحلة عندما نتحدث إذن أولا يعطيكم العافية كون هذا النظام هو نظام أردني بامتياز بأيدي أردنية من ضمن كوادر رئاسة الوزراء عندما نتحدث عن القطاعات نحن نعرف أنه في ثمانية محركات رئيسية لي يعني رؤية التحديث الاقتصادي حسب خطة التنفيذ 23 25 هناك مشاريع معينة مربوطة بمبادرات وأولويات معينة كيف يتم التعامل معها ستي مثل ما حكينا البرنامج التنفيذي بتضمن على 126 مبادرة من أصل 380 اللي وردوا برؤية التحديث الاقتصادي كل مبادرة من المبادرات يندرج تحتها عدة مشاريع والمشاريع أنه مثل ما شفنا ببطاقة المشروع بتتكون من عنشطة رئيسية مربوطة بإطار زمني للتنفيذ يتم رفع التقارير الدولية للإجابة على سؤالك اللي قبل شوي سألتي كيف يتم تزويد المعلومات ستي تم تدريب جميع ضباط إرضباط الجهات المعنية بالبرنامج التنفيذي على النظام من ناحية رفع بطاقات المشاريع عليهم بالأنشطة وجميع الأطر الزمنية والكيبي آيز الخاصة فيها بالإضافة على تدريبهم على موضوع ريبورتينغ سايكل وكيف نقدر نرفع التقارير من خلال النظام حتى تظهر على الداشفورد وهاي المرحلة لتحقق من الديتا الموجودة تمرق بمرحلتين من المتابعة من مسؤول الجهة بحيث يتأكد من التقارير اللي يتم رفعها عن جهته وعن حقيقة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع وبالإضافة إلى المراجعة من وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء للتحقق مية بالمية بما يتم عرضه ويعكس الإنجاز على أرض الواقع وهذا ما نرى على الداشفورد اليوم جميل